بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تأخذنا الأيام في أحداثها وتتسارع الأيام حتى لا يظنن الإنسان أن الأسبوع لم يعد إلا سويعة فما هو إن صلى الجمعة حتى يجد نفسه في الجمعة الأخرى وهذا كلنا نقوله وكلنا نشعر به وكلنا نحسه ولذلك يرشيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع أعمارنا ولا تضيع أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة المبادرة وعدم التسويف فإن سوف هي جند من جند إبليس كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلما أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربه إلا وأقعده إبليس أن سوف تفعلها بعد هذا الوقت ثم ينسيه إياها فيضيع عمر الإنسان كله بين سوفا وسوفا في هذا الكنز الذي يعلمنا من خلاله النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة المبادرة إلى الأعمال وعدم التلكأ وعدم التباطئ والإسراع إلى الخير يعلمنا ما هي الأشياء التي ربما قد تطرأ علينا فتعطلنا وتمنعنا من أن نقوم بالواجبات التي علينا أن نؤديها يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا بادروا بالأعمال سبعا أي بادروا بالأعمال قبل أن تصيبكم سبعة أشياء قد تعطلكم عن أداء هذه الواجبات التي عليكم أن تؤدوها فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر هذا الحديث رويه الترمذية رضي الله عنه وأرضاه في سننها يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالأشياء التي قد تطرأ على الإنسان فتؤدي به إلى التقصير في أداء الواجبات أو تعطله عن أداء الواجبات فعليه أن يبادل ويسالع قبل أن تصيبه إحدى هذه السبعة أولاها هل تنتظرون إلا فقرا منسيا يكون الإنسان في ساعة وذو مال بل قد لا نقول أنه غني ذلك الغنى الفاحش إنما لديه ما يحقق أداءه للواجبات إنسان قد يكون تاجرا يحل عليه موعد الزكاة والمال بين يديه ويستطيع أن يؤديها في وقتها ولكن إبليس يأتيه فيقول سوف تدفعها بعد أن تنهي الصفقة الفلانية وربما يكون لك أرباح من هذه الصفقة فيتضاعف مالك فيتقاعص الإنسان عن أداء الزكاة في وقتها فتصيبه جائحة أو فتصيبه جائحة من الجوائح أو مصيبة من المصائب أو يناله شيء مما يأخذ ماله فلا يستطيع أن يؤدي زكاته فتصبح الزكاة دينا في ذمته لأنه حال عليه الحاول بلغ النصاب ولكنه تجاوز الوقت الذي يؤديه فيها فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا ينسيكم الفقر ويعطلكم عن أداء هذا الحق من الحقوق أو غنا مطغيا يكون الإنسان حينما يكون ذا كفاف قريب من الله سبحانه وتعالى بل إن الناس إذا كانوا في بلاء وابتلاء وشدة فإنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويلجأون إلى الله عز وجل كمثل أولئك الذين إذا ركبوا السفينة وسارت بهم في موج أو في موج طيب فإنهم لا يذكرون الله سبحانه عز وجل ولكنها إذا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان تذكروا أن لهم ربا سبحانه عز وجل فيلجأون إليه ويدعونه سبحانه وتعالى ولهذا قيل تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة بمعنى في كل الحالات عليك أن تدعو الله عز وجل إذا كنت في حالة رخاء فإذا كنت في شدة تذكرك الله سبحانه وتعالى أو تنتظرون مرضا مفسدا إنسان تعود على أن يقوم الليل إنسان تعود أن يسافر يؤدي عمره يؤدي حج فيأتيه المرض فيقعده أو يصاب بمرض مزمن يعجز معه عن أداء الطاعة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لإنسان المريض الذي كان على طاعة فمنعه المرض أو السفر عن تلك الطاعة فإن له أجره ولكن المبادرة حتى لا يعطي لك المرض عن أداء واجباتك أو هرما مفندة المثل المعروف عندنا أعمل يا صغري على كبري وعمل يا كبري على قبري هذا من المفاهيم الخاطئة الإنسان صغره وكبره على حد سواء من أجل آخرته فالهرم يفند ويجعلك ثقيلا في أداء الواجبات أو موتا مجهزا يأتيك الموت فجأة ودعوة الإنسان إذا كان ظالما رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أو الدجال الذي يأتي من أجل أن يفتن الناس في دينهم أو الساعة ولا نعلم ميعاد الساعة والساعة أدهى وأمر سأل الله تعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ليغفر الذنوبنا ويكفروا عن نسيئاتنا وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر